موسيقى السلام عليكم شاب هاجم الحوثيون قريته ووضعوا في طريقها أو طرقها الغام حال أحدها بينه وبين الوصول إلى منزله سليما قبل ثلاث سنوات في جبل العنين بمحافظة تعز انفجر به اللغم وفقد ثلاثة من أطرافه ويعيش منذ سنوات على أمل الحصول على أطراف ذكية تعينه على مواصلة الحياة دون الاعتماد على الآخرين قصة الشاب الجريح عمار قاسم احكيها لنا في الفيلم التالي متابع ومن ثم نعود اسمي عمار قاسم حسن الصمدي من قبل حبشي بلاد الوافق كنت مروح إلى البيت ثم اتفاقيت بعبوة ما أدى إلى بطر الرقلين واليد الأمنا وقز من اليد الأسرة لهذه الثالث سنة وانا كنت ساكن في القرية يعني لا تطلع لعندنا سيارات لا مواصلات لا أي حاجة فانوا عن القرية طلعون عشر أنفار وربعون عشر أنفار في القعادة في منطقة العنين قرية العنين مدرية قبل هرشي وأن هذه المليشيات الحوتية هي من تقوم بتزرع للغام في البيوت وفي الطرقات وفي المزارع وفي كذا تستهدف أكثرها المدنيين ومنطقة ومواقهات مما اضطر بعض السكان إلى النزوح وبعض الآخر لا يوجد معه حق النزوح لأنه قرر أن يقلس في بيته لأنه ينزح لأي مكان لا يوجد أي مكان معه لكي ينزح معه والآخر عمار يعني متعود عن النجزاء يروح الصباحي بكل الصباح يترزق يعني يطلب الله على قهال معه القهال حيث كان لنا عسكري قديم مع الحرب هذه أنه فقد راتبه وطر أنه طلب الله يشتغل يطلب الله لكي يدخل مصدر الأولاد يعني احتمال لهم يعني في يعني احتمال لأنه إنه أم بولاد وصفه لأنه تعور الصدر حقي كامل يعني لحد الآن عاني من شظايا بالصد لا مقدر يبعد لحد الآن لا متسبب لي شيئا بس يعني لحد الآن يولي منه يعني أثناء النوم على الصدر يعني ما قدرش يعني هنا في بي أعملية وفي بيعني شظايا هذا الحد الآن أنا بالقبل لصبع بالقرية يعني ساكن بالقرية يعني عايش بالقرية بس بعد ما تعورتو تعالى ثانيا روحت البلاد يعني عندنا ما فيش مواصلة يعني برأس القبل السيارة مطلعش نهيا لعدنا وطريق هذه يعني كل المرأة يزعب المواطنيين والحياء وذاته يوما قبل ثلاث سنات وصيبه وهو مروح من مكان عمله إلى البيت وصيبه في اتفاقاء بلغم أرضي زراعتهم من الشيط الحوثي في الطرقات مثل ما دي إلى إصابة بطر الأرقل ثلاثة أطراف من الأرقلين ورقل من فوق الركبة ورقل تحت الركبة ورقل تحت الركبة والأطراف الأيمن وتم أسعبه إلى مستشفى المدينة وعمار وغيره من المدنيين ضحايا نتيجة الحرب هذه ولا توجد أي اهتمام لهم لا من الشرعية ولا من المنظمات ولا من كذا في معانا ضحايا كثير من الشهداء ومن القرحة مال لأننا نروح إلى البيت بعد مطهر يعني بقى البقايا حق بقى ماليشية الحوذي يعني بقى أشي بقايا عبوة ما أدي إلى بطر الأطراف يعني ما شعرت شعرت اللون بالمستشفى ونا مروح إلى البيت يعني شعرت لون بالمستشفى لبعدين الآن لهو ثلاث سنين من إنصابته مقاعد في البيت لا يوجد يعني تم تركيب له معاملته بتركيب أطراف صناعية في المستشفى الثورة لا أغلق لو توفي بالغرب أطراف عادية ثقيلة لا يقدر المشفى بها وهو بحاجة إلى أطراف صناعية حديثة لكي يقوم بالتحرك فيها ومارس حياته اليومية كي أنه الآن أصبح معاقدة أخذ البيت عيلم نسافر أي مكان ركبنا أطراف بالثورة غير متطورة يعني نحب أن نركب أطراف متطورة يساعدنا للخروج والدخول يعني نحن ننفارج يدخلونه يخرجونه لكن لا يقدر أن ندخل وأخرج يعني الأطراف هذالك المدنيين الذين لا شرعية لا تهتم فيهم ولا يعني يظهر حرب اللي صار ولا معها ولا معها ولا ناس ضحايا مدنيين فالناشد الشرعية أن تهتم بالقرحة القرحة الحرب المدنيين والأسكريين إحنا يعني طبعا كان وضعنا مع الحرب أو قبل الحرب يعني طبعا آسمانا لم يثبتوا من قبل يعني يعني كان إحنا ضمن الملحقات لهذه إحنا القدماء يعني لم تكن نسلم رواتب معانا يعني إيقارات ومدينة يعني معيثنا مرافقين للخروب للدخول يعني تكاليف يعني تكاليف يعني زائدة الآن يعني لما يشنو يحضر تعافي يعني نزوله من القرية التكاليف كده كأنه منطقة بعيدة في على القمة لا توصل المواصلة لا بصيلة موسطة الهناك فاضطرنا إنه ينزل لدخط مدينة لكي يمارس يتابع حقوقه وتابع لنقلة السفار لقنا الطبية ولكن ممعودين بسفار لقنا الطبية من شهر لا شهر ولا نمر واحد لثلاث سنين ولكن حياة اللي يمن تنادي سبب الظروف بالقرية سبب المواصلات سبب يعني ما تقدرش تيجزع يعني ما حد يقدر يجزع بالمعور يقول يعني يجزع صميل ما يجزعش عندنا سيارات لمواصلة طرنا إنه نزول إلى المدينة تابعوا لنحنا على السفار ولكن ربكما حتى تابعوا معا الأستاذ ما قد العام رحبه الله يعني تابع لنحنا بقدر استطاعته تابعنا كل مكان قمعة الأقسام ولكن لن توفق بالسفار طبعا تابع لنا الأستاذ ما قد العام رحبه الله يعني نحنا بالقرية لن ننزول ولن يعني في القرية سنتين ما نستقدر لنزول لتعزل إننا تعز النزول حق يحتقي إلى تكالمية يعني السيارة نأخذ ثلاثين ألف ريال من القرية للمدينة يعني حتقي إلى تكالمية عشر آن فارد حملوا لعشر يطلعون وعشرون نزولون معني للقرية للبيت حقية مسافة بعيد طريت إننا حتى معا كنزولت عالق نهاية إننا تعبت من النزول من القرية للمدينة يعني تعاف تحتاج لك كسفر يعني سفر واكي يعني الحطومة أرقى أن تتهتم بالقرية ولكن لا حيالي من تنادي حقية إلى أطراف متطورة يساعدنا للخروج للدخول ويخفف من معاناتنا من معانات الأفراد الذي قنبي يعني معي أثنين أفراد قنبي يحتاجون إلى تكالم للدخول للخروج يعني يعني نواقع صعوبة قدا يعني دخولي وخروجي يعني صعوبة قدا طبعا لا تدخل كان الداخل يعني تحتاج إلى تكاليف تصروحها الدخول إلى البيت طبعا حتى عدة قلبات تحدث له يعني ما تقدرش للقومة للنهوب خلاص لقد سقط سقط لا يد لا أطراف لا حاجة تساعدك عن النهوب الله كريم يعني على هذه الحال عايشين يعني اعتبر أننا فقدت أهم ما يمكن ألا يعني صرت العقادر أشتغل العقادر أتحرك العقادر يعني يعني اعتبر أننا طريح الفرياش معاق معاقعين مدى الحياة يعتبر معاقش قادر يعني أي حركة تناسبنا نحن نحتاج إلى سفر الخارج نركب أطراف متطورة نحتاج يعني إلى الاهتمام بنا في قرحة حرب عمار وغيرهم من القرحة نتكمل أننا على عمار فهناك مئات القرحة وآلاف القرحة في تعز مدنيين وعسكرين مهملين لا حكومة ولا شرعية تهتم بهم وهم فقدوا أعضاهم فقدوا أغلى منهم يعني في قرحة كثيرين معاقين من بداية الحارة من 2015 إلى 2016 ولا في اهتمام ناس عززادة أخلت بيتهم لا منظمات حقوقية ولا لقنة طبية ولا شرعية تهتم بهذا يعني الناس في بيتهم لا يوجد من يعولهم من يهتمم بهم من يسافرهم لكي يمارسوا حياتهم لهم إياه يعني أهم حاجة لنا هو تركيب أطراف متطورة أهم حاجة يعني في حياتي تركيب أطراف متطورة ذات الحركة تقدير يعني ساعدك على الخروق والدخول وإحنا نعاني من نقص يعني من أشياء كثيرة من إيجارات، من مصروف، من يعني أحفاظات يعني من عدة دوانا نعاني منذ خمس سنوات تتفاقم معاناة الجرحة عموماً ومبتوري الأطراف على وجه الخصوص فالمركز الوحيد الذي يحاول تقديم المساعدة في مدينة تعز يعمل بدون موازنة تشغيلية ثابتة والأطراف التي ينتجها لا تتناسب مع احتياجات أصحاب الإصابات المعقدة حيث يحصلون على أطراف اصطناعية بعضها أثقل من قدرتهم على التحرك بها وحالهم لا يختلف عن حال كثير من من حصلوا على منح علاجية وتمكنوا من السفر إلى الخارج للعلاج وحصلوا أيضا على أطراف اصطناعية ثقيلة وغير قابلة للحركة مشاهدين الكرام للحديث عن قضية الجرحة ينضم إلينا من تعز عصام التميمي مدير مؤسسة رعاية التنموية وعضو اللجنة الطبية للجرحة بتعز مرحبا بك معنا سيد عصام أهلا وسهلا بكم نتحدث بداية عن الإحصائية وأعداد مبتوري الأطراف من ضحايا الحرب داخل مدينة تعز الذين ما يزالون يحتاجون العلاج وأيضا يحتاجون أطراف اصطناعية بالنسبة لموضوع الكرحة المبتورين في محافظة تعز فعددهم وصل تقريبا إلى ستمائة وثلاثة عشر قريح مبتور القدم ومبتورية الأطراف العلوية أو السفلية هؤلاء القرحة منهم من تم تسفيرهم إلى الخارج فقد تم تسفير في العام الماضي مئة وخمسون قريحا إلى دولة الهند الصديقة لتركيب أطراف صناعية ومنهم من تم تسفيرهم إلى دولة مصر وغيرها سيد عصام أما بالنسبة للقرحة الذين ما زالون يحتاجون إلى تركيب أطراف صناعية فهناك عدد ما يقارب أربعمائة واثنى عشر قريح ما زالوا بحاجة إلى تركيب أطراف صناعية حيث لم تتوفر لهم الفرصة لتسفيرهم سواء إلى دولة المصر أو الهند أو إلى عمان سيد عصام سمعنا شكاوى المبتوري الأطراف بأنهم يحصلون على أطراف صناعية ثقيلة ولا تتناسب مع قدرتهم على الحركة لربما هذه الأطراف هي نفسها التي تنتج داخل مدينة تعز وبالتالي لم يستفيدوا من خلال سفرهم إلى الخارج كيف يمكن لنا فهم هذه الجزئية ولماذا لن يتم تقديم أطراف تتناسب معهم أطراف تكون خفيفة وقادرين بها على الحركة أختي الكريمة من يقول أن الأطراف التي يتم تركيبها خارج اليمن هي بنفس الأطراف التي تنتج داخل مركز الأطراف في مستشفى الثورة فأعتقد أن هذا الكلام مبالغ فيه حيث أن مركز الأطراف مشكورا رغم أنه لا يوجد لديه أي مزانية أو تكاليف لإنتاج الأطراف الصناعية فهو ينتج أطراف ثقيلة أو قديمة لكن من تم تسفيره من الخارج فقد تم تركيب أطراف صناعية متوسطة لا نستطيع أن نقول أنها أطراف من الدرجة الأولى ولكنها متوسطة وأيضا من الأطراف الحديثة وأيضا خفيفة وليست بالثقيلة على القرحة أما بالنسبة للأطراف التي أو المركز المراكز التي تم إنشاؤها حاليا سواء في مارب أو في تعز أو في عدن فهي إن شاء الله يكون أطراف خفيفة ويتناسب مع القرحة تماما إن شاء الله برأيك لماذا لم الموازنة المتوفرة لمركز الأطراف الصناعية داخل مدينة تعز لماذا لم لا تتوفر لديه موازنة ثابتة وبالتالي مراعاة هؤلاء الجرحة وتعويضهم بالمناسب بالنسبة لمركز الأطراف هو يبحث منذ 2015 عن ميزانية تشغيلية للمركز قام رئيس الحكومة السابق باعتماد 20% من الميزانية السابقة للمركز ولكن هذه الميزانية لا توفي باحتياجات المركز لكن حاليا تم من قبل مركز الملك سلمان مشكورا باعتماد ميزانية وإنشاء مركز أطراف صناعية متطور في مركز مستشفى الثورة الآن هم في طور الإعداد والترتيب لهذا المركز وإن شاء الله يقوم بالتخفيف من معاناة الجرحة وتركيب أطراف صناعية حديثة لهم إن شاء الله غلى ترى بأن هذه الخطوة جاءت متأخرة بعد خمس سنوات يتم اعتماد ميزانية ثابتة لهذا المركز لربما بعض الجرحة تعفنت جراحهم ويعني لم يعد يستطيع أو سيستفيد من العلاج المقدم له من حيث التأخر فالتأخر أكيد كان تأخر كبير جدا ولكن نقول أن تأتي تأخيرا خير من أن لا تأتي فكان الأولى بهذه الميزانية أو هو الاعتماد أن يكون من الأعوام السابقة ولكن تأخر ووصل في بداية 2020 سيد عصام شكاوى الجرحة مبتوري الأطراف تعرضهم للإهمال من قبل الجهات المسؤولة لربما يتوهون مع هذه الجهات التي تعددت ومع تعددها ضاعت الكثير من حقوقهم لماذا برأيك لم يتم تجميعهم في هيئة واحدة تحت إدارة معينة تكون واضحة لهؤلاء الجرحة وبالتالي يستطيعون من خلالها الحصول على حقوقهم ويستطيعون من خلالها معالجة جراحهم أختي الكريمة طالب المهتمون بملف الجرحة منذ البداية طالب الحكومة الشرعية ورئيس الجمهورية بإنشاء كيان مستقل للجرحة بحيث يكون إما هيئة حكومية أو وزارة أو ما يشبه ذلك بحيث تأخذ على عاتقها ملف الجرحة هذا الملف الثقيل هذا الملف الذي يحتاج إلى ميزانية كبيرة هذا الملف الذي يحتاج إلى اهتمام كبير نظرا لعدد القرحة الكبير في محمد التعز فقط وصل عدد القرحة إلى أكثر من 22 ألف جريح هؤلاء يحتاجون إلى كيان بحقم الوزارة إن لم يكن أكثر من ذلك وذلك حتى يتم تقديم الخدمة لهم المعاناة التي نتقت أو التي يعاني منها القرحة بسبب عدم توفر كيان مؤسسي حكومي ما هو موجود الآن هو عبارة عن لقان لقنا لقرحة تعز ولقنا لقرحة مارب ولقنا لقرحة عدن ولقنا لقرحة الساحل وذلك بشكل متفرق ومتشتت ولا يصب في جهة واحدة مرتبة لذلك لكن نحن دعونا منذ وقت طويل على أن تقوم الحكومة بتشكيل هذه الهيئة أو يكون صندوق أو ما يشاهد بحيث يقدم الخدمة التي من أجلها يتم معالجة الجريح ولا يتشتت بين جهة وأخرى نعم سيد عصام هل تخضع هذه اللجان لمساءلة جهة معينة بحيث إذا تم التقصير بحق أي جريح يتم محاسبة هذه اللجان نعم هذه اللجان اللجنة الأولى في محافظة تعز كانت تتبع رئاسة الوزراء مباشرة أما اللجنة الثانية والثالثة فهي تم إعادتها إلى القهات المختصة إلى وزارة الدفاع فهذه اللجان هناك إشراف باشر عليها من قيادة على سبيل المثال اللجنة الطبية العسكرية القرحة تعز يشرف عليها قيادة محور تعز ومن ثم وزارة الدفاع فهي تعمل وفق المؤسسات الحكومة الشرعية سيد عصام لربما سمعت مؤخرا الإعلان عن مركز جديد للأطراف الاصطناعية في سلطنة عمان هل تعتقد أن وجود هذا المركز سيحل المشكلة وبالتالي يغطي العجز القائم في هذا المجال بالنسبة للمركز العربي للأطراف الصناعية الذي تم إنشاؤه وافتتاحه مؤخرا في سلطنة عمان في محافظة صلالة والذي جاء بمتابعات من الشيخ حمود سعيد المخلافي مشكورا وقزاه الله وخير والشكر فيه لسلطنة عمان الشقيقة هذا المركز أكيد سيقوم بالتخفيف من معاناة القرحة المبتورين لمحافظة تعز وحيث أنه تم إرسال الدفعة الأولى قبل أسبوعين لعدد ثلاثين قريح من المبتورية الأطراف هذا المركز سيسهم في التخفيف من المعاناة الموجودة للقرحة وإن كنا نتمنى أن يكون هذا المركز داخل محافظة تعز نظرا للعدد الكبير حيث أن القريح بعد أن يتم تركيب طرف صناعي له يحتاج بين الحين والآخر إلى صيانة لهذا الطرف يحتاج إلى ترميم فيكون من الصعب أن يعود القريح إلى سلطنة عمان لكن من حيث المبدأ المركز الذي أنشئ في سلطنة عمان سيخفف من المعاناة ما العوائق التي حالت دون إقامة هذا المركز وتأسيسه داخل مدينة تعز برأيك قد يكون هناك من الأسباب الأمنية أو الأسباب السياسية أو غيرها لكن نشكر سلطنة عمان أنها بادرت في إنشاء هذا المركز وإن كنا كما قلنا نتمنى أن يتم إنشاء مركز مماثل له أو دعم مركز الأطراف في مستشفى الثورة بما يتناسب والإمكانيات المتوفرة في هذا المركز في عمان حتى يتقدم الخدمة للجرحة الذين وصل عددهم إلى 613 جريح تقريبا من مبتوري الأطراف هؤلاء الجرحة سيحتاجون بشكل مستمر إلى الأطراف سيحتاجون إلى الترميم بين الحين والآخر سيحتاجون إلى إعادة الطرف في حالة إن كسر هذا الطرف أو حدث خلل فيه فالمركز يحتاج أن يكون في محافظة تعز إذا ما تحدثنا عن الجرحة الذين أصيبوا من خلال قصف طيران التحالف ألا يجب على التحالف إنشاء مركز داخل مدينة تعز كما ذكت وكما طالبت بيتاني يقوم بإلاج هؤلاء الجرحة وتعويضهم وتخفيف من معاناتهم نحن نادينا مركز الملك سلمان منذ أن تم إنشاء مركز للأطراف الصناعية في محافظة مأرب ثم أنشاء مركز في محافظة عدن أن يقوم بإنشاء مركز مماثل في محافظة تعز نظرا للعدد الكبير للجرحة فيه مركز الملك سلمان مشكورا استقابل الدعوة ولكن بعد تأخر الوقت ولكن نقول شكرا لهم فقد تم البدء بالإنشاء لهذا المركز منذ بداية شهر واحد 2020 وهم في صدد استكمال إنشاءه حاليا بالحديث عن الدور الحكومي ودور السلطات داخل مدينة تعز أيضا مكتب الصحة على وجه الخصوص فيما يتعلق بقضايا الجرحة ومبتوري الأطراف كيف تقيم أنت هذا الدور دور مكتب الصحة في معالجة الجرحة يكاد يكون غائبا وإن قد يكون لمكتب الصحة عذره بأنه يقول ليس لديه ميزانية لكن هو بالأخير يتحمل مسؤولية ذلك مكتب الصحة مركز لم يقوم بخدمة الجرحة أو تقديم خدمات لهم نتيجة إما كما يقول المسؤول عليه أنه لا توجد ميزانية معتمدة له أيضا المستشفيات الحكومية لا تدعم بشكل مناسب أيضا الكوادر المؤهلة في محافظة التعز تم سفرها ولا توجد وهي غير موجودة أغلبها غير موجودة في محافظة التعز هذا كله جعل أن دور مكتب الصحة في المحافظة يكاد يكون غائبا تجاه الجرحة وتجاه معاناتهم بالتالي من يتحمل المسؤولية وهل يمكن توجيه اللوم إلى هذه الجهات بالنسبة لمركز أو مكتب الصحة داخل المدينة أو حتى على مستوى الوزارة أم أن هذا العجز ناتج بالفعل عن مشكلة مادية متعلقة بنقص التمويل وليس بسبب شبهة فساد أو سوء إدارة كما يقول الجرحة الموضوع ليس موضوع فساد أو موضوع سوء إدارة بقدر ما هو أن الحكومة نفسها بين حين وآخر لم تنفق أصلا الحكومة نفسها لقرحة تعز غير 2 مليون دولار ثم 250 مليون ريال يمني هذا ما تم تقديمه للجانة القرحة الثلاث في محافظة تعز المعاناة التي نتقت للجرحة نتيجة أن الحكومة لم تقم بالدور المسؤول عليها سواء من جهة الحكومة أو وزارة الصحة أو وزارة المالية أو وزارة الدفاع فدورها تجاه الجرحة ينقصه الكثير من الاهتمام ينقصه كثير من الدعم أو ربط هذه المواضيع بمواضيع فساد أو مواضيع سوء إدارة أعتقد هي مبررات وإن كان يحدث بين الحين والآخر أي عمل ناجح أو أي عمل ضروري أن يحدث فيه شيء من السلبيات أو شيء من الملاحظات لكن أن تقوم الحكومة بترك القرحة وعدم الاهتمام بهم ورعايتهم بسبب أو بدعاوي أن هناك فساد أو غيره الفساد يجب على الحكومة أن تحاربه أن تشكل لجان لفحص الملفات للمراقبة للمحاسبة أما أن يتم إيقاف الدعم عن الجرحة بحقق مثل هذه فهذا شيء لا يقبله العقل ولا المنطق نكتفي بهذا القدر عصام التميمي مدير مؤسسة رعاية التنموية وعضو اللجنة الطبية للجرحة بتاعز كنت معي من مدينة تعز شكرا جزيلا لك مشاهدين الكرام انتهى وقت هذه الحلقة نذكركم بأن وسائل اتصالنا مفتوحة من خلال الإيميل الظاهر أسفل الشاشة أو صفحتنا على الفيسبوك ويمكنكم مشاهدة الحلقات السابقة من البرنامج على قناتي بالقيس على اليوتيوب الجريح عمار قاسم تم الرصد في أمان الله موسيقى اشتركوا في القناة